أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله أعمالكم وأعمالنا يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلي العظيم إنه شهر الله تعالى شهر الرحمة والمغفرة والإنابة والعمل الصالح شهر الضيافة عند العزيز الكريم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته في استقبال شهر رمضان المبارك هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله أعزائي المشاهدين إليكم هذه الحلقة برنامج فقه الحياة مع سماحة الشيخ نجيب صالح نتحدث خلالها إن شاء الله عن الصوم في شهر رمضان المبارك وشرائط وجوبه سماحة الشيخ نجيب صالح أهلا وسهلا بكم أهلا بكم وتقبل الله أعمالكم بأحسن قبول في هذه الأوقات العظيمة الطيبة وعمالكم إن شاء الله أهلا ها هو شهر رمضان حتى رحاله سماحة الشيخ أبدأ من خطبة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاءكم فيه مستجاب كيف يمكن أن نفسر هذه الكلمات العظيمة لنبينا الكريم في هذه الأيام العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين تقبل الله أعمالكم وطعاتكم في هذا الشهر المبارك الكريم هذه الخطبة المباركة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي فيها ما فيها من الفوائد العظيمة على الصعيد الفردي الشخصي أو الصعيد الاجتماعي وفيها ما يشجع واقعا على أن الإنسان في هذا الشهر المبارك يصوم ويقوم بأداء هذا التكليف وهو ليصل إلى تقوى الله سبحانه وتعالى وليصل إلى هدف الأسمى والغاية المقصودة من الفرض الصوم على المؤمنين كما قال تعالى في قوله عز وجل أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون في موضوع عندما يصوم الإنسان ويمسك عن المفطرات المدة المعهودة والمعروفة عند المسلمين وكلوا واشربوا كما قال تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل هذه الفترة في نهاري شهر رمضان في الواقع هي فترة يكون الإنسان في حالة عبادة مستمرة وهذا مقتضى الكرم الإلهي على المؤمنين وعلى عباده المطيعين له في امتثاله من هذه الفريضة لفريضة الصوم وعبادة الصوم التي فرضها الله سبحانه وتعالى طبعا من ظن شروط سنتحدث عنها إن شاء الله فيما سيأتي من الأحكام الشرعية لكن أن يكون الإنسان وهو صائم ونفسه تسبيح وكما يقال يتنفس الإنسان كما يقال أكثر من 21 ألف مرة تقريبا 21 ألف تسبيحة مجانية تأتي للإنسان وتنزل في ميزان حسناته لأنه صائم أو أن يكون عندما يكون في حالة نوم ونومكم فيه عبادة ودعاءكم فيه مستجاب في هذه الكلمات الهبية نعم في هذه الحالة عندما يكون الإنسان صائم ويكون نفسه تسبيح ويسبح لله وللمولى تبارك وتعالى هذا كرم إلهي كبير على عباده المؤمنين الذين اتقوا والذين انتثلوا لأمره في طاعته سبحانه وتعالى في مثل هذه عبادة الصوم أما أن تكون نائما وأيضا تحسب لك عبادة وأنت في حالة عبادة لله عز وجل هذا إن دل على شيء يدل على قيمة الصائم عند ربه وأهمية هذا الصوم وهذا الفرض الإلهي الذي فرضه الله سبحانه وتعالى والذي غاية منه كما في الآية المباركة لعلكم تتقون رجاء أن تتقوا الله سبحانه وتعالى بصيامكم سمحت الشيخ بسؤال على من فرض الصيام رح نبدأ الحلقة إن شاء الله بالأحكام المباركة الشرعية رح نشاهد سويا هذا الاستصراح ثم نتابع كل مؤمن وكل مسلم لازم يصوم مكلف يعني ما عنده أمراض وبيقدر يصوم ليش لأ لازم يصوم يعني ويكمل دينه المكلف من سن 14 إذا كان صبه وبنت إذا كان عمره تسع سنين وقادرة تصوم يعني ما عنده مشاكل أو شي ليش لأ يعني بيوجب الصيام على العاقل وعلى الراشد يعني اللي بلغ المكلف نعم بحق له يفطر اللي عنده أمراض نزمنة مثل اللي عنده سكرة مثلا حتى في ناس بعرفة عندهم سكرة وبيصوموا يعني لو بدون يتعرضوا لأي شي بيقولوا لأ بدنا نصوم المريض العاجز الخطيار الطفل يعني اللي بعده ما بلا هول يعني المسافر بالكبار حسب ما فيه سوم الإنسان فيه ناس بكبيرة وتسوم أقوى من الصغار اسم الله بيكون كل اللي إن شاء الله يقدر يسوم اللي يحب يعني يعني إذا بدي يفطر أدام عما يفطر أدام العالم ويكون الناس ما يدخن أدام العالم يحاله يعني عيب تكون أدام عما يعمل احترام يعني هذا من كان معذورا في إفطاره فليستتر سمحت شيخ بالنسبة لما ذكر في التقرير يعني تحدث السادة الذين استصرحوا عن بعض الأمور الأمور التي هي تعتبر في شرائط وجوب الصيام وصحته أول شيء خلينا نبلش من التكليف الشرعي سن التكليف هل هو المعيار الفعلي لبداية الصوم عند الذكور والإناث اشترطت الشريعة الإسلامية المباركة عندما يصبح الإنسان مكلفا وملزما بالعبادات من صلاة وصيام وحج وأعمال أخرى عبادية مفترضة على المؤمن طبعا بعضها مشروط بشروط بعضها مطلق الصوم مثلا سيأتينا له شروط صحة ومنها شروط الوجوب منها بداية كما ورد معنا في الاستفصراح وسمعنا بعض الأخوات أنه لابد أن يكون بالغا الإنسان الذي مكلف هو مكلف بالصوم وفرض الله عليه الصوم كذلك بالنسبة للصلاة كذلك بالنسبة لأمور العبادية الأخرى كل أعمال العبادية في الإسلام وأن هناك سن معين يصل إليه المكلف عندما يبلغ هذا السن منها كما ورد في تسع سنوات قمرية جرية على المشهور عند مراجعنا وعلمائنا وعزهم الله ورحمه الله الأموات منهم وخمسة عشر سنة في إحتاج العلامات بالنسبة للذكور بالنسبة للإناث هناك علامات طبعا عديدة للبلوغ لكن البلوغ هو شرط في وجوب أداء هذه الفريضة يفترض على الإنسان قبل هذا السن أن يعني كفرض ليس بفرضا عليه أن يوصلهم أو يصلي أو يحج أو يقوم بالأعمال العبادية الشريعة الإسلامية نظمت هذه في سن معين يبدأ الإنسان ويصبح مسؤولا عن التقصير فيها وعن أعماله فيه نعم يثاب ويعاقب عليه بدون شيء سمحت الشيخ بهذا المضمار يعني سؤال يذكر كثيرا وردنا كمان أسئلة من هذا النوع عبر الواتس أب عن الفتيات الصغار السن التي عمرها تسع سنوات من هنا من لا يظهر عليها هذا السن طبعا تكون ضعيفة الجسم نحيلة وبعدها ببداية نموها ولا تستطيع الصوم تحاول تصوم فتتعب كثير هذا السؤال ورد من أكثر من متصل طبعا ما رأيكم؟ ما رأي الشرع في هذا الأمر؟ صراحة هي مسألة مهمة جدا في بداية التكليف خاصة للإناث للبنات للفتيات عادة تكون البنية عند بعضهن ضعيفة يعني ممكن وفي مثل أيامنا هذه أيام صوم طويلة تقريبا 16 ساعة وفي الشوب والحر ومثل هذه الحالة قد يشكل الصوم عند بعضهن في بداية سن التكليف نوع من الحرج لكن أنا أنقل نصف الولي الفقيه الإمام الخامناء داما ظل وعندما قال الفتيات اللواتي بلغنا وسئل عن هذا حديثا ويصعب عليهم الصوم إلى حد ما قال يعني في مثل هذه الحالة يجب عليهم الصوم بمجرد البلوغ يجب عليهم الصوم عند ذلك ولا يجوز تركه لمجرد بعض الأعذار يعني ممكن يكون في دوخة في فرقة مهدي في شيء من التعب والإرهاق وأن الأهل عادتا يكون متعاطفين معه وبداية بعد غير مدرب أو غير مدرب هذه الفتاة على الصيام ممكن تحس بهذا الشيء هل هذا مبارر وعذر للإفطار يقول لا ولكن إذا كان الصوم مضرا بهن أو كان في تحمله مشقة كبيرة إذا أصبح يشكل ضررا وفيه مشقة وحرج أيضا شديد جازة لهن الإفطار حينئذ يعني في بداية سن التكليف عندما يصبح الصوم فيه ضرر على البنات الصغيرات في بداية سن التكليف فيه ضرر كيف يحدد الضرر هذا هو السؤال هذه مسألة مهمة جدا هل الدوخة البسيطة هل فرقة المهدي هل أن الإنسان هذا الكبير يعاني منه نعاني منه لكن الصغار يعانون نتعلم لهم باب من أولى لأنه مرحلة تدريب بعد ما مروا فيها إلا إذا كان الأهل قد مرنوهم على هذا الشيء والحمد لله في كثير من الأسر والعوائل يدربون أولادهم قبل سن التكليف لكن اللي نفترض أنه بدأت فتاة في أول سن التكليف لتصوم ولكن شكل لها ضررا الضرر اللي عم نقول عنه طيب في حال أفرض صار عندها حالة هذا الضرر حالة من المرض يظهر ببدانها يظهر في بنياتها نموها نموها هل هون معذورة في إفطارها بناء عليه نعم جازة لهن الإفطار أو شكلة في مشقة كبيرة بتلاقي مثلا بنت صغيرة وكما سئلت اليوم على الهاتف أمها بتقول لم تستطع الوقوف على رجليها مثلا معاش فيها وقت غير قادرة على الوقوف غير قادرة على أن تتحمل هذا الشيء وخاصة في مثل أيامنا فهون معذوراتي في إفطارهن ألاقي تصوم يوم تفطر يوم تصوم يومين تفطر يومين هذا موضوع صار موضوع عملي موضوع ميداني هم يقدروا الأهل ولكن لا كفارة عليها تقضي هذه الأيام فيما بعد معي اتصال من الأخت هدى تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت في عندي أختي مريضة نعم شفاه الله وبتأخذ ثلاث أدوية بتغط وبيقشط مع السكر يصير أربعين خمسة وأربعين والحكيمة يلا مرتهم وقردها هي مع أرحة وبتأخذ أدوية يعني والمجال داي إذا بدأت وزع الأدوية بالليل يعني بعد الإفطار نعم نعرف كيف بدأت عدل كيف بدأت تعمل أو كيف بدأت تتفع لو سمحت طيب شكرا لأتصالك سمحت شيخ سأتوقف مع فاصل قصير ثم نعود أعزائي المشاهدين فاصلا ونعودوا إليكم فابقوا معنا أعود إليكم أعزائي المشاهدين لمتابعة هذه الحلقة برنامج فقه الحياة حول أحكام الصوم في شهر رمضان المبارك سمحت شيخ نجيب صالح أهلا وسهلا بكم مجددا سمحت شيخ كان فيه سؤال من الأخت هدى قبل هذا الفاصل عم تحكي عن أختها المريضة عم تأخذ ثلاث أدوية بغض النظر لشوه يعني ضائر مرض مزمن وقال لها الطبيب أمرها بأن لا تصوم طلب منها لا تصوم هل يجب عليها أن تمتثل لأمر الطبيب أم لا هي الأخت الكريمة عددت مجموعة أمراض ضغط وقرحة وأمر ثالث والمولى تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدت من أيام أخر تحديد المرض هو هنا في الآية الكريمة مجمل ولم يحدد بالتفصيل حددته الأحاديث الشريفة الوالدة عن أئمة علم سلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الإمام الصادق سلام الله عليه كلما أضر به الصوم فالإفطار له واجب من الذي يحدد أن هذا الصوم فيه ضرر كما قبل قليل تحدثت عن المكلفة في بداية سن تكليفها يشكل لها ضرر هنا إذا كانت الأخت الكريمة تعاني من مرض القرحة ومرض ضغط الدم ومرض السكر ومجموعة هذا الأمراض إذا كان هذه ما بدها تفطر من الذي يفطر أي مريض نعم نعم يمكن أن يقال أنه إذا أمكنها أن تتناول الدواء عند السحور وعند الإفطار وتستغني عن الدواء نهارا ويمكن تتحمل من دون إضرار فيها وفي نفسها بالنسبة للصوم ممكن أن يقال توزع الدواء عند السحور وفي الليل وتصوم ولكن إذا كانت ملزمة بأخذ والدكتور والطبيب الثقة وهنا نتكلم بدور الطبيب الطبيب المتخصص المأمون الثقة قال لها لا تصوم يضر بك الصوم صحيح المرجعية الأخيرة في القرار لتحديد موضوع الضرر غالبا هي حسب الحديث الشريف كمورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال بل الإنسان على نفسه بصير وقال ذاك إليه هو أعلم بنفسه مولاي الإمام جعفر الصادق هو يشخص لكن أحيانا بعض الأمراض صدقني قد لا تظهر علامات والضرر بشكل مباشر بشكل سريع ولكن قد تكون الحالة عندها تأخذ وقت تأخذ وقت والدكتور الدكتور شو بقول بيضرك فيما بعد وثق في مثلة الحالة إذا أضرر بها لا يجوز لها الصوم طيب سمحت الشيخ من الأسئلة اللي وردتنا عبر الواتساب ورد أكتر من سؤال طبعا عن موضوع الحامل بغض النظر أي شهر كانت هل يجوز لها أن تصوم طبعا بشكل مقتطب لأنه عفوا رح نحكي لأنه حلقة مستقلة عن موضوع الحامل نظرا لذيق الوقت ونظرا لكثافة الأسئلة كما قلتم في مثل هذه المسألة الحامل فيه هناك من الفهام من قال الحامل المقرب ولكن بفتوى الإمام الولي الفقيل الإمام الخامان إذا ما ظله مطلق حامل حسب ما نفهم من ظواهر الفتوى عنده يجوز لها إذا خافت الضرر على نفسها ولكن هذا الخوف لا بد أن يكون له منشأ أو قلائي يعني قالت لها الدكتور الثقة قال لها الدكتور الثقة فيه كما نسأل أحيانا فيه هناك ضعف ببنية الولد وليس هناك فيه نمو وعندها فقر مثلا حالة من الدم أو شيء فهنا مسألتان أول شيء لأنه عندها فقر دم أو لأن هذا الجنين فيه خوف عليه في مثل هذه الحالة يجوز له ورق صلاة لإفطار وعليها الفدية وتقضي هذه الأيام أخت أخرى تسأل لديها كسل في الكلا ماذا تصنع هل يمكن لها أن تفطر أم لا موضوع الكسل في الكلا أمر حساس ومهم لا بد من مراجع الطبيب في هذه المسألة لأنه أحيانا بعضهم قد يؤدي هذا إلى تعطيل الكلا وتؤدي إلى غسيل لو نصحها الطبيب بعدم السيام وكان ثقة فلا تصوم نعم يقول ابتلاع بعض بقايا في الفم هل يعد من الطاعم نعم لا يتعمد والبلغم نعم موضوع البلغم لا يتعمد إذا وصل إلى فضاء الفم لا يتعمد ببلغه وإن كان مع الفقاقة ليس مبطلا ولكن عند الإمام فمن يحفظ وتوجوبا أن لا يبتلع تقول إحدى الأخوات أيضا تقول والدتي عمرها 96 عاما نعم ولا تريد أن تفطر تريد أن تصوم شو المشكلة هل يمكن إلزامها بالإفطار أن يخيفين عليها للحجة هي تقدر وهي كما قال مولانا الإمام جعفر الصديق عليه السلام الإنسان على نفسه بصيرا لماذا يريدون إلزامها مع العلم عفوا هنا بالتفصيل مع العلم عدم وجود أي مرض لديه الشيخ والشيخة كمورد مرخص لهما الإفطار وقد لكن أحيانا قد يشكل لكبار السن حالة من التحذر والعسر في الصوم لكن هذه الحجة ولو كانت مائة سنة أو أكثر مائة سنة أو ستة وتسعين ولكن قادر على أن تصوم وليس عندها أي حرج وإي مشكلة لماذا يريدون أن يمنعوها من عبادة ربها والتقارب إلى الله بالصوم في حالة أدرة تصوم يسأل أحد الإخوة هل يجوز للحامل الصوم مع عدم مسامحة زوجها وما دخل الزوج وخايف عليها أكثر من الشرع الزوج هو يريد أن يفرض على زوجته لأن زوجته حامل أن تفطر مع لهم بيقول حاملة طبيعي جدا ولكن خوفا عليها هو سؤال مهم وغريب لحد ما كيف للزوج أن يمنع زوجته لأنها حامل أن يفرض عليها أن تفطر كذلك ليس للزوج سلطة في مثل هذه الحالة على زوجته هي تقدر الموقف وهي تشوف إذا كان في ضرر على نفسها أو على جنينها ولكن أن يأتي زوج ويعمل سلطته وقوته وصطوته هنا ليس له حق هو يمكن يكون من خوفه عليها يعني بده يمنع خوفه في مثل هذا حال الدور هنا الدور كما سئلت اليوم إحدى الأمهات هي تشفق على ابنتها الصغيرة قالت أنا هل أستطيع أن أرشدها طيب في حال هي نهارت معاش فيها آدري فيه يقول لي أنه فيك تفطري مثلا غير قادرة على أن تتسمر بالصوم لأنه يشكل لها حرش شديد فيها ترشدها وتقول لي معذورة أنت فيه إفطاري كذلك الزوج دونه هنا أن يرشد فيه يرشد إرشاد نعم معي اتصال من الحج أم محمد تفضلي أم محمد تفضلي يبدو الاتصال نعم تفضلي أم محمد أخ وهبي اتصال أم محمد يبدو انقطع يعني عمل عملية مبولة تفضل نعم وشيء للمبولة ومادد شريط يعني من مقت إلى المبولة نعم ولازم يبضل الماء ماشي أنه ما تبول طبيعة أنا تبهت اسمعنا نعم تسأل عن الصوم يعني عن صحة الصوم نعم 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 طيب شو قالت الطبيب نعم الطبيب شو قالت طبيب قال لي ما تصوم طيب شكرا لأتصالك تفضل يعني يجب أن يبقى يشرب الماء كما فهمت منه الماء ماشي شو قصده لازم يبقى يشرب لازم تضل شغل بشكل طبيعي إذا حالته تستدعي ذلك نعم إذا حالته تستدعي ذلك وهو في مثل هذه الحالة الحرجة والصعبة ولعله يكون مزمنا هذا الداء وهذا المرض فأنت معذور بل إذا كان يشكل لك ضرر أيها الحج الكريم لا يجوز لك أن تصوم نعم عليك أن تتبع في مثل هذا المورد إرشاد الطبيب المأمون الثقل المتخصص نعم نعم كمان اتصال آخر معنا من أخوة زينب تفضلي تفضلي أخوة زينب طيب يبدو كمان الاتصال انقطع سمحت الشيخ كمان سؤال آخر بيقول يعني ابتلاع الريق في الفم بشكل دائم هذا ما بعرف السؤال أمانت أمانت الإيجابي فقط عليه يعني إذا كان المولى تعالى يريد أن يعتبر ابتلاع ريقنا أنه من المفطرات أنا أقول هذا التكليف بما لا يطاق وجلت جلت عظمته عن هذا التكليف وهذا سؤال غريب جدا إذا كان الإنسان بده الشيء بالعريق بيموت بيه بس حل بيه بس سلسان يعني فهذا ليس من المفطرات وهذا من الموسوسات والسرسة بغير محلية نعم بيقول أيضا أخ آخر بيقول شخص مريض شيل طحال هل يستطيع الصوم شو حكم صومه هناك موضوع أحيانا شيل طحال أو شيل كلية أو مثلا عامل قلب مكتوح أو مغير شرين أنا أعرف بعض المرضى مثلا شيل كلوي وعنده عملية شيل شريانين وماشاء الله يصوم يصوم ولا يشكل له ضرر هذا الصوم حسب حالة كل شخص فيه مثل هذا هو يقدر الموقف الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه علمنا قاعدة هو مولانا هو إمامنا هو إمام مذهبنا هو الإمام الأعظم أبو الإمام الصادق قال إنسان على نفسه بصير نعم وقال هو الإنسان إذا أضرر الصوم به فالإفطار له واجب نعم الإفطار له واجب نعم أحد الأخوة بيقول لديه شاحن للعمل ويعمل عليها سائق يسافر فيها مسافات طويلة وهو أحيانا يضطر لتصليحها فيقطع مسافة شرعية هل يفطر أم لا هو شخصيا بيروح بيصلحها يعني كل فترة إذا كان هذا ضمن عمله يعني المسألة تعود إلى تشريط الموضوع هو الشاحن لأله في شخص عم يشتغله عليها يعني هو بيضطر لتصليح الشاحن ليس هو يعمل على الشاحن ليس عمله السفر من كان عمله السفر متفق عليه عند جميع الفقاء ويجب أن يبقى صائم ويصوم ولكن هو إذا ليس السفر عمله وليس السفر مقدم لعمل بناء على فتوى الولي الفقير إنما إذا فقط يذهب لتصليحها وليس عملا له هذا مسافر عادي هذا لا يصوم ولا يتم في صلاته نعم تسأل إحدى الأخوات لمن تدفع كفارة تأخير الصيام هل يمكن دفعها للأقارب الفقراء مثلا عطول قاعدة عامة دائما نقولها أن الأقارب والأرحام أولى بصرف الحقوق الشرعية وأولى بصرف الزكوات والصدقات وهذه المسائل طبعا ضمن بعض التفصيلات في الحقوق بالنسبة للأصول والفروح والعمدين أنه من كان واجب النفقة أو من لم يكن واجب النفقة ولكن تصرفه على الفقراء من أرحامها أولى وأفضل نعم نعم رح ناخد الاتصال الأخير طبعا الأخي حسين تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سيدنا الشيخ تفضل سيدنا أني كان عمري ثلاثة سنين طيبا وصار معي حمة بالمصارين نعم ونزلوا ونزلوا على الإجران وصار عندي أنه ويجاج بالإجران وصارت مثل كبه آغي فمن يوم متى الوالدة هي بتحكمني بتقول لي أنت ممنوع من الصيام وصار على عمي بالحوالي الستين خمسة والستين وبعدني مبصول باش بدفع اللي بتوجه عليك ما جربت ولا يوم ولا يوم سيدنا لأنه سعى في عندي ضعف كاليسيوم ومية شغلي سعى في عندي عراج شكرا لإلك حج حسين أيضا أم أحمد فضلي أم أحمد فضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سأسألك سؤال عندي أني سكري وعندي ضغط وعندي كثل كلاوي نعم قالتلي الدكتورة قال ما بيصوصون بس أنا خايمة نعم قالتلي قالتلي فيني رايحك بشغلة طيب أنه بشباط نجرب يوم أيام لا تحت تجربة فما بعرف كيف يعني أرتاح التجربة بدي صوم ونرجع ولا لا شكرا لأتصالك أم أحمد سمحت شيخ بشكل سريع ومقتضى بالإجابة على السؤالين تفضلوه بالنسبة للأخت الكريمة في الواقع أنا بأعتقد دور الطبيب دور حاسم وأساس فيه مثل خاصة في مثل هذه الأمراض هذه أمراض ليست بهذه السهولة أن الإنسان يعني يصوم معها هي تقدر بعدني برجع بقول الموقف بتشوف إذا ما أضر بها الصوم فالقرار قرارها تجرب مثل ما عمتقول يوم إيه ويوم لا وتشوف بالنسبة للأخ الكريم اللي قال العرج بما أعرض ليس مبرر لأن يفطر الإنسان أو العمى أو العور أو العرج ليس مبرر لكن لو صار عنده أمراض أخرى تستدعي منه أخذ الدواء ويوذر به الصوم إن لم يأخذ هذا الدواء في مثل هذه الحالة فهو معذور في إخطاره عليه الفدية سامحت الشيخ في ختام هذه الحلقة خلص الوقت بشكل سريع شكرا جزيلا لكم تقبل الله أعمالكم أيضا أعزائي المشاهدين شكرا لحسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر